الكاش ولا القسط؟ لو أنا معي ألف جنيه وعايز أشتري منتج بألف جنيه أدفعهم؟ ولا قصت؟ فوايد التقصيد وكمان أضراره هنعرف ونفهم أكتر عن هدي المسألة ويمكن طبعا كل الناس دلوقتي بتتجه للتقصيد بازمات عالمية بتأثر علينا بكل تأكيد تجار بيعملوا عروض أكتر مع الشركات اللي بتقصت فإحنا عايزين نعرف إيه تقصت؟ وأقصت لحد فين؟ لو أنا دخلي كام؟ لأنه أعتقد الموضوع كمان يعني بيقف على ظروف كل إنسان خلينا نسمع ونفهم أكتر من المتخصصين دلوقتي ضيفي في الستوديو دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار مسألة خير على حضرتك كده أكتر أنا زال خيط تحياتي أنا أنا لو معي ألف جنيه وعايز أشتري منتج بألف جنيه في حال توفر الكاش أقصت؟ ولا لأ لأنه في ناس كتير بيكون معها الكاش لكن هي بتهوى التقصيد وناس تانية زي ما كنا بنسمع الناس في التقرير تقولك لأ لو معي الكاش هشتري وميزة التقصيد وأستخدمه ولا ما استخدموش وإحنا دلوقتي كلنا بنعيش أزامات اقتصادية على إثر ما يحدث عالميا هو بداية مسألة الكاش والدى التقصيد ده سؤال سهل بس إجابته صعبة جدا وخطر جدا يمكن الجزء الأكبر من المواطنين بنظر لها بمنظور الاستهلاك أو بمنظور الفلوس معايا ولا لأ لكن هو في الوقت اللي هو بيحصل فيه على سلعة بصرف النظر هي كاش ولا تقصيد لو بنتحدث عن تقصيد يبقى في الحالة اللي احنا بنتحدث عن بجانب أنه خد سلعة هو خد تمويل والتمويل ده لتكلفة ومنه يبقى عارف تكلفة هذا التمويل كام والتكلفة دي موفرة يعني هيستفيد منها ولا هتبقى عبق عليه المسألة التانية حتى الكاش كمان معناه أنه فيه تكلفة لأنه الفلوس أو الأموال الزاتية لها تمن المواطن العادي ما بيعافش يحسبها كويس لكن هو في النهاية احنا بنتكلم على شق تمويلي اللي المواطن بيعمله فيه الشراء من خلال التقصيد ده شق تمويلي زي ما رجل الأعمال بيروح يقترد من البنك عشان يمول عملية الانتاجية ده برضه شق تمويلي هنا يا دكتور انت قصدك أنه أقصت في احتياجات أساسية أقصت في حاجات مش رفاهيات لا الفكرة مش أساسي أو طرفيهي حتى لايه لكن أنا بتكلم على أنه فكرة التقصيد فكرة مهمة ليه لأنه احنا الاقتصاديين معنيين به أمرين مهمين جدا معنيين بتمويل العملية الانتاجية عشان قدر ما ينتج داخل المجتمع من سلع يتزايد وبالتالي ده هيبقى معناه مزيد من توفر السلع مزيد من التوظيف وخدق فرص عمل مزيد من توليد الدخول ده تمويل العملية الانتاجية وفي ذات الوقت عادة بنمول العملية الاستهلاكية من خلال منح تمولات سواء كان لشركات اللي بتقوم بدورها بمنح هذه التمولات على السلع أو البنوك ذاتها هي اللي بتمنح التمولات على السلع ذاتها وبيتم التمويل من خلال البنوك اشتركوا في القناة